أكدت السفيرة الأمريكية في عمان أليس ويلز وجود فرص للشركات العاملة في مجمع أضليل الصناعي لتوسيع صادراتها إلى السوق الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن وأضافت خلال زيارة لها إلى مجمع أضليل الصناعي أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأمريكا نمى بأكثر من 8% منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الأردنية في العام 2001 ويشار إلى أن مجمع أضليل الصناعي يصدر ما نسبته 35% من منتجات الملابس الأردنية إلى الولايات المتحدة ووصلت قيمة الصادرات في عام 2015 إلى 465 مليون دولار فيما بلغت 234 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام 2016 ترجمة نانسي قنقر